تنفيذا لتوجهة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتعزيز وإثراء المسيرات التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم وأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور أعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على المباشرة الوزارة فورا اتخذ الإجراءات لإقامة اليوم التعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور وفق جدول زمني لكل مرحلة دراسية بدءا من يوم الأحد القادم نعم وأكد النعيمي أنه استعدادا لعودة الطلبة إلى المدارس حضوريا بعد فترة الدراسة عن بعد ولتخفيف الأثار المترتبة من ذلك على أولياء الأمور سيحتوي ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على قسمة مالية بقيمة 25 دينار بحريني تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية بالإضافة إلى المعلومات والتعليمات والإرشادات المتعلقة بنسيابية العملية التعليمية وقد رفع سعادة وزير التربية والتعليم أسماءات الشكر وعظيم الامتنان إلى جلالة الملك المعظم ودعم جلالته المتواصل للمسيرة التعليمية والاهتمام بأبنائه الطلبة وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج كما رفع سعادته الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على ما يله سموه من رعاية واهتمام بالمنظومة التعليمية وإثرائها وتوفير البيئة التعليمية التي تحفز الطلبة على الإبداع والتفوق ترجمة نانسي قنقر